السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا عن انتهاء تراجع كوكب عطارد في برج الحمل يوم الخميس 25 نيسان إبريل طبعا بالنسبة لعطارد هو بيتراجع من يوم 1-4 رح يظل يتراجع لغاية ظهر اليوم الخميس يعني 25-4 بنتهي تراجع الساعة 12-54 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر في حركة أمامية لغاية يوم 15-5 تقريبا بعد العصر الساعة 5-4 دقائق بتوقيت جرينيتش بعدها بنتقل عطارد لبرج الثور بالنسبة لكوكب عطارد معروف انه هو المسؤول عن قدرتنا على التفكير ونقل أفكارنا للغير وتقوية الذاكرة وبيتحكم في الاتصالات والمواصلات وبيعطينا من تأثيرات إيجابية الفضول والعفوية وقوة الاتصال والتعبير عشق الحرية وقوة التفكير بكل معانيها وتحليل الأمور وكثرة الحركة ولكن لما بيكون منتحس بيعطينا العصبية وبيعطينا التهور في بعض الأوقات بالنسبة لكوكب عطارد طبعا لما بيرجع للحركة الأمامية يعني بيعطينا قدرة أكبر على التركيز والتفكير يعني بيعطينا قدرة على خلق الأفكار الجديدة والمغامرات الفكرية ولكن من سلبياته لما بيكون موجود في برج الحمل إنه بيخلي عنا شوي من نافذين الصبر مع الخصوم أو مع المعارضة أو حتى بالنقاشات والحوارات فبتكون تكونوا منتبهين من هاي النقطة فخلال الفترة القادمة بيشعروا موليد برج الحمل برغبة كبيرة في الدراسة المطالعة القدرة على إقناع الغير بوجهة نظرهم تكثر عندهم الاتصالات والتنقلات وبيستفيد معهم موليد الأبراج النارية والهوائية يعني الأسد، القوس، الجوزاء، الميزان، الدلو وكل شخص لما نولد أيضا هو أكثر المستفيدين طبعا اللي لما بنولد بيكون عطارد موجود عنده في برج الحمل طبعا بتبشر الحركة الأمامية دائما باكتشافات جديدة لها علاقة بالتكنولوجيا، بالعقاقير الطبية، بالأمور اللي تتعلق بالسيارات يعني بكل معانيها، وكل شخص طبعا دائما بنذكرها اللي نولد وكان عنده عطارد موجود في برج الحمل بيميله للتفكير بسرعة وعندهم قدرة عالية جدا باتخاذ قرارات بسرعة أيضا أما بعكس إذا كان بيتراجع، فهذولة أشخاص بيكونوا بيتروو، يعني بيتخذ قراره أكثر ولكن بيكون متروي باتخاذ القرارات أو متردد باتخاذ القرارات لحديد ما يتأكد من المعطيات بالنسبة للزوايا اللي بتحدد إنه إيجابي ولا سلبي رح يكون طبعا هاي المرة، مش مثل الحركة الأمامية الأولى اللي كانت في بداية العام الآن هو ما رح يشكل زوايا مع الكواكب الكبيرة رح يكون الزوايا اللي رح يشكلها فقط مع القمر يعني تأثيرات سريعة وبتنتهي سريعا أيضا ولكن برضو رح تكون إيجابية بالزوايا الإيجابية وسلبية بالزوايا السلبية مع القمر وهذا بعطيه ميزات أكثر أيضا طيب إيش التأثيرات رح تكون على جميع الأبراج وإيش أهم إيشي لازم نهتم فيه بالفترة القادمة طبعا جميع الأبراج بدهم يسمعوا برجهم وطالعهم ويدمجوا ما بين الأمرين عشان يتأكدوا من المعطيات ويشوفوا إيش التأثيرات المناسبة اللي بتأثر عليهم أو الأكثر تأثيرا عليهم وبيتبعوها على حسب اللي أنا رح أذكره الآن برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بيشعروا بقوة الفكر والإدراك والقدرة على إقناع الغير بآراهم وأيضا بينشطوا بالدراسة والمطالعة والسفر والاتصالات وبتمكنوا من إنجاز بعض الأعمال المهمة وبيجدوا سهولة في متابعة دراستهم قوة الحركة والنشاط والفكر إذا رح تعطيهم مزايا كبيرة رح يعوضوا الفترة الماضية وأيضا الآن بما إنه عند الشمس صارت في المال في بيت المال معناته كله رح يكون على تحصيل أو على حل مسائل إلها علاقة بالوضع المالي بالنسبة لموليد برج الثور طبعا هي أفضل من الفترة السابقة لما كان بحركة أمامية وطبعا بالتراجع تأثروا بشكل كبير لأنه أيضا الشمس كانت موجودة في بيت المتاعب ولكن الآن الشمس وصلت لعندهم وحركة أعطارد بالحركة الأمامية هنا صحيح أنه بزيد اهتمامهم في الأمور الغيبية أو الغيبيات ولكن بيقتنعوا فيها بشكل كبير بيبحثوا بشكل واسع ممكن يجدوا حلول للتخلص من بعض المشاكل والصعوبات اللي أثرت عليهم بالفترة الماضية ولكن أهم شيء أنهم ما يتسرعوا باتخاذ القرارات برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا بيميلوا لتبادل الآراء والأفكار مع الأصدقاء فممكن أنهم يتعرفوا على أصدقاء جدد وينشطوا بالعلاقات الاجتماعية وممكن أنهم يستغلوا بعض أصدقاهم بإنجاز بعض الأعمال أو أنهم يساعدوهم في بعض الأمور ويكونوا واسطة لإلهم أو داعمين لإلهم وممكن أنهم يتلقوا أخبار سارة من أصدقاء بقيموا خارج البلاد أو ممكن يقوموا بمشاريع أو لقاءات فكرية مع أصدقاهم برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان أفكارهم بتفيدهم في العلاقة أو علاقاتهم مع المسؤولين في مجال العمل بقدرة الإقناع والتواصل وأيضا حل بعض المسائل أو المشاكل المتعلقة بالعمل فترة برضو جيدة لهم للترفيعات أو للدفاع عن حقوقهم وأيضا لها عمل جديد ممكن يسمعوا خبر جيد بخصوص وضعيتهم المادية وهي فترة مناسبة للتواصل مع أشخاص ذوي نفوذ برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بينشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة والسفريات والأوراق اللي إلها علاقة بالهجرة وبيستفيدوا برضو الطلاب اللي بيدرسوا بالجامعة أو الدراسات الأكاديمية أو اللي عندهم دورات تعليمية أو إنهم بدهم يتعلموا شيء جديد فهاي فترة نشطة جدا فكريا بالنسبة لهم وأيضا عمليا باتجاه السفر والهجرة وهي فترة مناسبة أيضا إلى الدراسات العليا وربط العلاقات والتعامل مع الغرباء برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتنصب أفكارهم حول ضبط أمورهم المالية المشتركة التركيز رح يكون على الأموال اللي معك شريك فيها بنك ضريبة تامين أو حلول مالية أو مال الزوج الزوجة أو تحصل على ديون إلى قديمة أو ميراث مثلا وبتجدوا حلول سريعة للتخلص من الديون أو النفقات المالية برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بيتبادلوا الأراء والأفكار مع الشركاء هذه فترة ممتازة جدا لها تكوين علاقة جيدة ما بين الأزواج أو ما بين الشركاء وبرضو ممكن تكون لتسوية الخلافات والنزاعات والمصالحات ما بين الأزواج وطبعا أنت اللي رح تكون رائد بهاي المسألة وأيضا هاي فترة ممتازة جدا أنك أنت بتكون مشحون بالطاقة ولكن بدك تحذر من العصبية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا هنا بما أنه رجع للحركة الأمامية فالتركيز رح يكون على العمل وعلى العلاقات مع الزملاء بالعمل وأيضا على النشاط والحيوية من ناحية صحة فبتفيدكم أفكاركم مع زملائكم تصبح أعمالكم شوي ممتعة بتحل بعض المسائل اللي إلها علاقة بالعمل اللي كانت عالقة وأيضا تعطي قدرها على إنجاز كثير من الأعمال أو تبتكر أفكار جديدة إلها علاقة بتطوير عملك وبتزيد حيويتك وصحتك أيضا برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بيمارسوا نشاطات أدبية وبحثوا أولادهم على الدراسة وأيضا قدرها على التواصل العالي مع أحبائهم ما بتعرف لقاءة ممتعة بيكون لها آثار طيب على حياتك العاطفية وبتقضي أوقات ممتعة مع الأحبة مع الأبناء بلقاءات مناسبات عائلية أو مع الأحبة كأعياد ميلاد أو أفراح حتى وهاي فترة مناسبة لتحقيق نجاح فكري أو أدبي أو مكاسب من خلال هواية برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا هنا بتنصب أفكاركم حول شؤونكم العقارية والبيتية والعائلية فممكن تسمع خبر مفرح بخصوص عائلتك أو ممكن تغير مكان إقامتك أو حتى ممكن إذا أنت كنت في بلد آخر أنك ترجع لبلدك الأم يعني ترغب بالسفر أو العودة لبلدك الأم أو التواصل مع الأهل وبرضو بتدل على أفراح ومناسبات عائلية وهاي الفترة ممتازة للأشخاص اللي بدهم يبيعوا عقار عالق مثلا ما عندهم قدرة للتجارة فيه وأيضا فترة ممتازة للأمور اللي تتعلق باستئجار بيت أو ديكور أو صيانة أو أشياء من هذا القبيل برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بيستفيدوا الطلاب الابتدائي والثانوي في الدراسة والمطالعة وأيضا عندك برغبة لممارسة هواي بعض موليد هذا البرج ممكن أنهم يشتروا سيارة أو أجهزة إلكترونية أو تليفون مثلا أو حتى سفريات قصيرة تنقلات ما بين المدن بيكون أكبر واللي بيشتغلوا بمجال التجارة المحلية بيستفيدوا بشكل كبير واللي بيشتغلوا في مجال التسويق حتى اللي بيشتغلوا في مجال الإلكترونيات هاي فترة مهمة للقيام بأسفار ودراسة وعمل والمشاركة في لقاءات أو ندوات فكرية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتنصب أفكاركم حول أفضل السبل لكسب المال والحوار والنقاش وممكن تحصلوا على بعض المكاسب من عمل إضافي أو ترغبوا في زيادة رفع دخلكم بعمل أو صفقات أو تكون وسيط وممكن تسمع خبر سار بخصوص عملك أو ممكن تحصل على أرباح سريعة ومفيدة هاي فترة مناسبة للمعاملات التجارية أيضا بالنسبة لإلكم فحاولوا تستغلوا هاي الفترة لتعويض الضغط المالي اللي كان عليكم بالفترة الماضية هيك من كون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر